أحداث كبيرة وكثيرة ومتشابكة حدثت خلال أسبوع الماضي يمكن ملعت الدنيا وشقلت الساحة السياسية بشكل كبير آخر هذه الأحداث يمكن المؤسفة جدا التي حدثت أمس بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل إسرى لانفجار الأوضاع الأمنية بعد مقتل أحد المواطنين على يد فرد من أفراد المباحث الشرطة حدث مؤسف جدا كان يحصف بالأمن والاستغرار في المدينة الآمنة مدينة عطبرة ولكن بحمد الله تم تدارك الأمر وانتهت أحداث العنف حوالي الساعة 3-4 عصرا بعد أن تم الانتشار الأمني وتمت محاصرة المتفلتين وانتهى الأمر إلى سلام يمكن الحداث بدأت بشكل مباشر بعد أن كانت هناك قوة من أفراد المباحث في مطاردة أحد المطلوبين وتمت محاصرتي في منطقة سكنو وبعد ذلك حدثت مواجهة بين الشرطة وبين أفراد بعض المواطنين وبين الشخص المطلوب على استرداء ذلك تم مهاجمة أحد أفراد الشرطة وهو حتى الآن أو حتى أمس مساء أمس بعد التغرير الذي صدر من وزارة الداخلية وإدارة الشرطة بأن الحالة الصحية له ما تزال خطرة نتمنى له عاجل الشفاء بإذن الله بعد ذلك اضطرت له الشرطة بحسب البيان وبحسب الوقاع إنها تستخدم القوى في مواجهة المحتدين ومواجهة الممانعين وعلى استرداء ذلك سقط قتيل في أحداث أمس وده يمكن بعده أحدثت كثير من الفوضى وكثير من الضوضاء وكثير من المشاكل والكر والفر في مدينة العطبرة لكن بعد ذلك تم تدارك الأمر يمكن الموضوع هذا موضوع خطير بدي كثير من الرسائل في أنه ما زالت ولا زالت يعني الغاعدة الأساسية للناس هي الهشاشة الأمنية يعني الهشاشة الأمنية ما زالت مسيطرة على كثير من مناطق السودان يعني دائما نشوف الأحداث دائما تحصل أحداث تحصل مشاكل صراعات يحصل انفلات للأمن بشكل مباشر يعني تشهق فيه أرواح وتفغت فيه ممتلكات وأصبحت دي سما يعني للأسف باردة وسما يومية يعيشها الناس ويتعايش معها ودي يعني رسالة نفتكر أنها مؤسفة بدرجة كبيرة بتنزر بأخطار كبيرة قادمة حال لم يتم تدارك هذا الأمر ويعني معالجة هذه القضايا التي تتسبب بشكل مباشر في أنه تحدث انفلاتات أمنية ودي كنا نشوفها في حتات كثيرة في الخارطوم وفي غيرها يعني مثلا حادث أميزة الشرطة بتطارد لها شخص مطلوب الغبض عليه بتمشي تداهمه في منطقته تحصل مواجهة الكندا ما كانوا قاعد يحصل فدلا أنه فيه فيه رخوة أمنية حقيقية حاصلة تحصل مواجهة بعد ذلك يتم التعدي على أفراد الشرطة يتم ضرب أحد أفراد الشرطة ضرب يعني ضربة كادت أن تؤدي إلى مقتل بعد ذلك يتم استخدام القوة والعنف يقتل الشخص المطلوب وبالتالي نخش في دعم بتاعت الإنفلات الأمني على شهدتنا مدينة ضعاط برامس يمكنك مدينة ضعاط برامس